اخرى لكلامنا عن هذه المباراة زي ما قلت لحضراتكم مباراة لما تيجي تقعد تتفرج على مباراة الاهلي والزمالك من الطبيعي جدا ان انت تشوف قطبين القطب الاول والقطبين بيتلعبوا مع بعض الاهلي والزمالك مهما يكون يجب ان تكون مباراة او دايما بتكون مباراة خاصة ما بين الفريقين ولكن اهلي وزمالك النهاردة الاهلي الشيط الاول متفوق في كل شيء متفوق في كل شيء الحقيقة من الناحية الفنية جوه الملعب من ناحية الاستقرار من نواحي كثيرة جدا 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 النادي الاهلي متفوق في كل شيء الشيط التاني يمكن لعيبة نادي الزمالك حولت تبادل لعبة النادي الاهلي شوية في كرة لو استال يدخلها جون سي juris حيبقى هدف التعادل ولكن ثقة لعبة النادي الاهلي اللي موجودة في الملعب قدري ترتد بكرة اجاي لعبها لعب الله عبdullah وقف عليها عملها لاجاي أجاي حطها هدف أعتقد أنه كانت هدف رائع الحقيقة دايما هو ده الفارق ما بين النادي الأهلي وأي نادي آخر أنه هو في ظل الظروف الصعبة وفي ظل الظروف اللي بيبقى مضغوط فيها النادي الأهلي النادي الأهلي بيعرف يجيب جور الجور الثاني أنهى المباراة تماما